اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية متابعي تقسي العرب في الأردن أهلا ومرحبا بكم نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة نسبيا وبقية درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام ومن المتوقع بإذن الله أن تنخف الدرجات الحرارة قليلا ليلة الأربعاء على نهار الخميس وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة إن شاء الله أما الآن سنستعرض وإياكم خرائط أسوار الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم والتي توضح وجود صحب عالية ولكنها بدون أي فعالية هذا اليوم أما خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة تغضح يوم الأربعاء أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة على أن تنخف الدرجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية وأجواء ربيعية ولطيفة حتى يوم الجمعة بإذن الله أما درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة على فترة السحور بتسجل 19 مئوية مع غيوب متفرقة ونسبة الرطوبة 38% وسرعة الرياح 7 كم 9 والآن دعونا نستعرض درجات الحرارة أو نتعرف درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمين في العاصمة عمان يوم الخميس بتسجل بين 27 و 17 يوم الجمعة بين 26 و 16 ويوم السبت أجواء مشمسة بين 30 و 22 درجة مئوية بإذن الله متابعينا هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة